طبعا كان معنا قبل لحظات موفد تلفزيون النهار إلى المحكمة الإدارية لبيرموناد رايس هشام شريف فالآن نحاول ربط الاتصال بالزميلة إيمان طبيب موفد تلفزيون النهار إلى وزارة الصحة مرحبا بك إيمان أنت على المباشر مساء الخير زميلي ناصر مساء الخير إلى كل سادة المشاهدين نعم اجتماع التنسيقية المستقلة للأضباء المقيمين مع اللجنة القطعية هنا بمقار وزارة الصحة لازال متواصلا إلى الساعة الاجتماع بدأت حيثياته على الساعة التاسعة صباحا التقينا هنا ببعض الأطباء المقيمين أين أكدوا أن المسألة الجد معقدة ولا يمكن حسمها بسهولة جميع الأنظار مصوبة هنا الجميع ينتظر عما سيسفر عليه هذا الاجتماع خاصة أن المحكمة الإدارية لبير موراد رايس قد قضت بعدم شرعية الإضراب للأطباء المقيمين قلت أنك التقيت بأطباء مقيمين هناك في محيط وزارة الصحة كيف كان ربما أو كانت ردت في عشرة بعد سماع خبر عدم شرعية الإضراب من طرف المحكمة الإدارية لبير موراد رايس لا الأطباء المقيمين التقيناهم صباحا على العاشرة قبل صدور قرار المحكمة الإدارية لبير موراد رايس شكرا جزيلا لك إيمان طبيب ننتظر منك المزيد بعد خروج الأطباء المقيمين ممثليهم من هذا الاجتماع شكرا كنت معي من أمام مقر وزارة الصحة شكرا